الوسيلة وقليل منهم من يريد الاستقلال نكتفي بهذا أجل الله له الأجر والطواق قصل قال العراقي فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم انتهى قلت يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين ودعاءهم في الحوائج والشدائد وابنية على هذه المسألة وأن أهل السنة يثبتون ذلك لمن اعتقد أن الله خالق أفعال العباد وأن من أنكر دعاء الصالحين ودعاءهم فهو من المعتزلة لأن إنكاره مبني على اعتقاده أن العبد خالق لأفعال نفسه والجواب أن يقال أما هذه المسألة أعني خلق أفعال العباد لأهل السنة قائلون بها لدلالة الكتاب والسنة والأدلة العقلية والنقلية قال تعالى والله خلقتهم ما تعملون وقد انعقد الإجمع على هذا ثم حدث قول القدرية النفاة في أواخر عصر الصحابة وأول من اشتهر عنه ذلك غيلان للقدر ومعبد الجهني فأما غيلان فكان في زمن هشام بن عبد الملك فناظره الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه وألزمه الحجة وحكم بكفره وقتله هشام ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف وأكثر السلف والأيمنة يكفرونه بهذه المقالة كما هو معروف في محله وقد قال الإمام أحمد ناظرهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا وقد حكى الإجماع على كفر من أنكر العلم شمس الدين بن قيم الجوزية وناهيك به علما والطلاع فنسبته عدم التكفير إلى أهل السنة كذب جره عدم الحياة وما أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجه ما وإنما أتى هذا من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك هذا ظن الأحمق لم يغرق بين مذهب المعتزلة والقدرية ودين المشركين من العرب والصابعين ويذكر أن بعض الأغبياء شكى رجلا إلى أمير من الأمراء فقال إنه مرجعي خارجي رافضي ناصبي يسب معاوية بن الخطاب الذي قتل علي بن العاص فقال له الوالي لا أدري على أي شيء أحسد على علمك بالمقالات أو على معرفتك بالأمساب قال العراقي وكان أحمد يصلي خلفه شبه المشركين وشبه الخرافيين ليست بذات حجة بينا أو لها مأخذ في النظر حتى يقع بها الاشتباه حقيقة وهم يتلمسون ما به يخرجون من وضع أرادوا إقرار ولهذا من أعظم البلية أن يقرر المرء شيئا ثم يبحث فيما يدله أو يستدل به على ما قرر وهذا خطأ خطل في العقل وفي منهج التبكير كما أنه ضلال في الشرق لأن الله جل وعلا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله فبين جل وعلا أن الزائغين الذين وقع الزيغ في قلوبهم يبحثون عن مخرج لهم من الزيغ وعلى دليل يثبتون به زيغة هذا تعجب أن الخوارج يحتجون بالقرآن وأن المرجعة يحتجون بالقرآن والسنة وأن القدرية يحتجون بالقرآن والسنة وأن المعتزلة وأن الجميع إلى آخر تعجب من هذا وليس في هذا عجب لأنهم يحتجون بالمتشابه منه بعد أن قرروا شيئا ذهبوا إليه جره إليهم أهوائهم وعقولهم الضعيف وإلا في الحقيقة فإن الأقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل يدل عليه ويؤيده كما هو معلوم في موضعه أنواع الشبه التي يدل بها المشرطون والخرافيون وعلماء الذين يجادلون عن عبادة القبور مختلف هذه الشبهة التي ذكر في عدم تكثير من دعا الأموات واستغاث بالغائبين والموتى وطلب منهم الحاجات وقضاء الحاجات وتفريج الكربات يقول إن أهل السنة يقولون أفعال العباد مخلوق أهل الله يعني أن العبد إذا سأل الميت فالحقيقة أنه بفعله أن فعله هذا مخلوق لله جل وعلا وفي الواقع أن الله جل وعلا أنه لم يسأل غير الله وإن الذي فعل هو الله جل وعلا وأن الميت إذا أجاب أيضا فإجابته هي مخلوق أهل الله فالمعطي هو الله جل وعلا فإذا من جهة الفاعل من جهة الداعي ومن جهة المدعو الجميع يرجع إلى الله جل وعلا فإذا لا بأس بدعاءه كذلك يريد أن المعتزلة قالوا إن أن العبد خالق لأفعاله وليس الله جل وعلا خالق أفعال لإباء يقول إن أهل السنة لا يكفرونهم بذلك يعني على أي من القولين سواء كان قوله للسنة بزعمه العراقي بزعم هذا داود بن جرديس أم على القول المعتزلة فإن التكثير لا وجه له بينا الإمام الشياء عبداللظيم عبدالرحمن رحمه الله تعالى أن هذه المسألة لا دخل لها في مسألة دعاء العروات والصالحين وحقيقة الفهم للقدر ولمذهب أهل السنة فيه ولطريقة المعتزلة لمن فهمها إنها تنفي هذا الاستدلال الذي استدل به ولو قلنا به في عدم في رفع المؤاخذة بنسبة الأفعال إلى الله تعالى لم يؤاخذ ظالم في ظلمه البتة ولم يؤاخذ زالم في زناه البتة ولم يؤاخذ معتد في اعتدائه ولم يؤاخذ سارق في سرقةه وهذا يرجع في الحقيقة إلى قول الأشاعر لأن الأشاعر يقولون إن الله جل وعلا فعل عند الالتقاء وليس العبد فاعلا حقيقة يعني أن الحملة نعقد عند التقاء الرجل بالمرأة جماعا واجتماع مني الرجل بما المرأة فعند الاجتماع خلقا وليس عندهم أنه بالماء خلق الجنين وليس عندهم سبب ولا مسبب في هذا وإنما عندهم أنه حصل الشيء عند حصول شيء آخر والله جل وعلا هو الخالق لهذا وعندهم أيضا أن الماء إذا نزل من السماء فإنه لا تنبت به الأرض وإنما هذا على إسناد المجاز العقلي كما يزعمون وإنما الله جل وعلا أنبت الماء أنبت الأرض عند التقاء الماء بالأرض وليس الماء سببا للنبات وليس التراب أيضا مع الماء سببين النبات فألغوا الأسباب من تكون أسبابا ومنتجة لمسببات وجعلوا الظاهر في الالتقاء جعلوه ظاهرا لمراعاة العقول القاصرة لأنه لو حصلت الأشياء بلا أشياء ظاهرة لحارت العقول وظلت أو حارت العقول وعجزت وأصابها ما أصاب فقالوا إن الله جل وعلا جعل الأشياء تحدث عند الالتقاء وإلا فإنه لا سبب مؤثر وهذا في الحقيقة من هذا المشبه يدل على عدم معرفته بحقيقة مذهبه السنة أولا وعلى تبنيه لمذهب الأشاعرة في هذه المسألة ومعلوم أن حقيقة مذهب الأشاعرة لا يضلم ويكفر أو لا يجعل دعاء الأموات والصالحين والاستغاثة بهم وعبادتهم مع الله ومن دونه لا يجعل ذلك مكفرا ولا مخالفا للا إله إلا الله لأن كلمة لا إله إلا الله عندهم والعلوهية معناها الاستغناء والقدرة على الاختراع الاستغناء والقدرة على الاختراع يعني ما يرجع إلى الربوبية دون توحيب الإله قال العراقي وكان أحمد يصلي خلفهم من كل السلف والجواب أن يقال سبحان الله ما أقبح الوقاحة والجراءة والتمادي في الكذب على الله وعلى أولي الإلم من خلقه ما صلى الإمام أحمد خلف قدري قط والأفتى بعض أهل الحديث بمجلسه أنه لا يصلى خلفهم فاستحسنه واستصوبه والمعروض من مذهبه أن الصلاة لا ترصح خلف فاسط باعتقاده أو فعله وقد كذب هذا باتسابه إليه والحكم عليه بالصلاة خلف القدرية وأكثر أهل السنة لا يرون الصلاة خلفهم كما ذكره صاحب كشف الغمة وبعض العلماء يقول مسألة صلاة الجمعة والجماعة أبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه ويرى الصلاة خلف من لم يكفر من لم يكفر ببدعة إذا احتيج إلى ذلك أما حكاه هذا عن أهل السنة كريم لا مريت فيه والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا عند آخرين أما قوله كان أحمد يصلي خلفهم وكل السلف يعني يصلون خلف المعتزلة على هذا الإطلاق هذا ليس بصحيح بل هو باضل قطع نقول عن الإمام أحمد كما ذكر الشيخ عبداللطيق هنا على عدم الصلاة خلف المعتزلة والقدرية وما ذكر في آخر الكلام هو المعتمد لأن الصواب التفصيل لأن من صحت صلاثه صحت إمامته هذا هو الذي قرره المحققون وهو الذي كان عمل السلف عليه لأنه إذا صحت صلاة المرء صحت إمامته للناس يعني إذا صار عنده ما يكثر ويبضل صلاته فلا تصحف صلاة خلفه وأما إذا كان دون ذلك ففي التفصيل فكان دون الكفر من البداء والفسق الاعتقادي أو العمل والضلالات المختلفة فهذا في التفصيل إذا كان إماما راتبا أو أميرا أو نحو ذلك فإنه يصلى خلفه ولا تعاب الصلاة وأما إذا لم يكن إماما راتبا أو لم يكن أميرا ولا إمام أناس يعني والي فإنه لا يصلى خلفه يمكن أن يصلى ألف غير يقال لا تتقدم أو إذا صلى يرجعه أو نحو ذلك من الوسائل المقصود أن التفصيل الذي ذكره في آخره هو الصحيح وهو الذي عليه الفتوى والمعتمد أنه إذا كان إماما راتبا معيما قبل ولي الأمر أو كان مقدما في قومه وهو الإمام لهم أو كان له ولاية أو إمارة فإنه يصلى خلفه كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بيوسف فيما رواه البخاري أميره صلى خلفه في الحج قد صلوات كثيرة وصلى الناس أيضا خلفه لأجل أنه له ولاية فإذا إذا كان صاحب البدعة سواء كان من القدرية أو من غيرهم في الأصل نقول إن الإمام أحمد والسلف ينهون عن الصلاة خلف أهل الأهوى هذا هو الأصل الصلاة خلف أهل الأهوى وأهل البدع وأهل الفصل الاعتقادي أو الهملي أو لا ينهى عن الصلاة خلفهم لكن إن كان هذا تفصيل هذا استثناء إن كانوا أمر أو كانوا ولاد أو كانوا أئمة راتبين فإنه لا تترك الجماعة واجتماع الناس لأجل ما عنده من فسوق الاعتقادي أو بدعة أو نحو ذلك هذا يدلك على أن داود بن جرجيس يلتمس كل ما يريد به نصرة مذهب هذا يعني أنه ليس عنده من القوة في الحجة وليس عنده من الأدلة ما يدل على حسن أو على صواب ما ذهب إليه أو ما يذهب إليه المشركون والخرافق يطلب العلم لابد على علماء لا يطلب العلم إلا عن علماء يطلب العلم بالقراءة لا لكن إنما يطلب العلم على علماء فالعبارة التي نقلتها ظاهرها ليس فيه إذا وجد طالب العلم معناه يوجد عالم وإنما يقبض العلم بقضو بقضو العلم الله مستعان هذه هي المصيبة لا لا يصح كذلك صلوا خلف من قال لا إله إلا الله أيضا قال أما وهو فيها فلا والله فلا والله ولن أرشت حمدته هذا الكلام صحيح لا مستعان هذا من ما رد عليك رد عليه بالكيمية والقيم جماعة إجتهاد منك ليس من هذه الجهة ويقول تفضيل الحجرة وهو فيها وبفضل الحجرة بمن فيها على العرش ليس تفضيل بين نبي صلى الله عليه وسلم والملائكة أو بين نبي صلى الله عليه وسلم والعرش هو الآن يقارن بين الحجرة والعرش لذلك عبارة فيها غلو وليس بصحيح ما تقارن الحجرة وينظر إليها يقول وأما وهو فيها فلا والله يعني أنها أفضل من الكعبة فلا والله حجرة ولا العرش يعني أفضل من العرش لا شك أن هذا من الغلو المدموع هو أفضل أفضل الخلق بس ما ندفل في ما لم ينص عليه الشرع لأجل سجبه بالغلو لكن هو أفضل الخلق نكتفي بهذا القدر نعم قطع أسقي قطع لا همزة الوصل لها أحوال مهم آدمة هذا فعل أمر أسقي هو يروح بالوجه لكنها يعني على اعتبار أنه مثل كتبك تو ها قرأ أقرأ كلها همزات آآ لكنه إذا جاء في القطع في مثل هذا الموضن قل قال أسقي في الرواية الثانية عندك بهمزة الوصل القطع هنا ظالم وهذا لها 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 أمثلة لها أمثلة ليست بالكثيرة فيما آآ يكون بالقطع وظاهره بالوسط مثل مثلا الأسماء حدث الأفعال مثل في الأسماء كلمة البتة البتة ظاهرها أن الألف واللام إيش؟ الألف واللام المعتادة تكون الألف للوسط لكن هذه بالقطع اتفاقا تبطعها تقول ألبتة لأن الألف واللام هنا خرجت لضرب منه يعني بسبب كيف؟ إلا كيف؟ خلاف السنة يعلم إذا كان جاهلا يعلم وإذا كان متأولا يذهب إلى مذهب مالك وهو يعرف هذا فيعلم أنه يبين له وين له السنة لا حاديث بذلك كيف؟ لا هذا ليس لهوة الخلاف فيها ضعيف أما إذا كان الخلاف في المسألة قويا فلا بأس فك الربط هذا نشره فإذا كانت نشرته بالأدعية الشرعية بالقرآن والسنة والأذكار هذه النشرة الشرعية يصلى خلف هذا محسن وموحد إذا كان ما عنده أشياء أخرى وعما إذا كانت فك الفك هذا بنشرة شركية الاستعانة بالشياطين هذا كفر سحر ولا يفك السحرة إلا ساحة كان بغير الأدعية الشرعية هذا بيه التفصيل الفاكة حياناً يكون بالأدعية والأذكار وقع المشروع هذا طيب وحسن تصديق الكاهن الصحيح أنه ليس كفراً أكبر إنما هو كفر أصغر ولذلك قال من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر فيما أنزل على محمد ومن أتى حائضاً فقد كفر فيما أنزل ومن أتى امرأة في دقرها فقد كفر فيما أنزل على كفر هذا اختلف في العلماء على ثلاثة أخوان أكبر أصغر يتوقف فيه للإغلاق يعني ما يقال أكبر ولا أصغر يقال كفر لأجل التشديد والإغلاق والتحذير وهذا هو اللي كان يذهب إليه الإمام أحمد ثالث ومن أهل العلم من المعاصرين ومن قبلهم يذهبون إلى أن الكفر أكبر والصحيح أنه أصغر لأن له شبهة وجود الشبهة أنه ما دعا غير الله جل وعلا ولا جعل له نصيباً من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله هو يقول هذا تأتيه الشياطين بالأخباط بما تسرق من السمع ليكون شبهة في تصديق الغيب الذي يأتيه وجود هذه الشبهة تمنع من الكفر الأكبر لهذا يؤيده الحديث الثاني من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة من أتى كاهناً أو عرافاً فسأله عن شيء يدخل فيه سأله فصدق أو أتاه فسأله ولم يصدق لأن ما في التفسير إذا كان يدخل فيه ذلك وفيه رواية ذكرها لكرة كتاب التوحيد إنه فسأله فصدق لكن هي غير موجودة في مسلم إذا كان يدخل فيه المصدق لأنه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فالكافر إيش يحبط عملة لا يحد بمدة ولا بعدم قبول لذلك الظاهر من الأدلة ومن الحال والشبهة أن كفر المصدق للكاهن كفر أصغر وليس كفر نعم هذا بالنسبة للكاهن أما العراف فهو أصغر لأن العراف يسأل عن شيء فيصدق بشيء وقع وانتهى أما الكاهن لما سيقع أما العراف لما وقع وانتهى وقع كفرات هو فيه شبهة حتى لو كان يمكن أقول إن الله إذا قضى الوحي صلى الله عليه خلي ما يجب الشبهة ما لأجل الشبهة كيف أصول يكرلك لأجل الشبهة لأجل الشبهة وليأجل الحديث من أتى كاهن نعم رضا فانت سأله من شيء العموم كنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما الكافر كفر أكبر تبطل صلاة تحبط يحبط أمله ما يحبط أربعين يوم وإن أشركت لا يحبط أن عملك لتكون من الخاصة خرجوا الأقام مع سلاته بعد العاصر في كل كلام من عين الحاضر عين عين عطني قال قوله بعد العاصر هذا ليس بالطيت وإنما خرج هذا مخرج الغالب إذ كانت آدتهم الحرب منكهي وذلك لأن الغالب أن مذنه كان يقع في آخر النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوم والفراغ عن معاملته وقيل خصص العصر بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة إذ التوحيد هو أساس التنزيهات والعصر هو وقت صعود ملائكة النهار ولهذا يغلض في أيمال اللعاني به وقيل لأن وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تعالى فيعظم أن يرتفعوا من المعاصي ويكون آخر عمله هو المطبول فالخواتم في المرجوة وإن كانت الأمير فأجرت خرمتها كلها قال العالم العلامة